وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري أكد أعضاء مجلس النواب على أهمية القرار الجمهوري بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا نقشنا دلوقتي اتفاقية اشتراك مصر في صندوق تنمية الصادرات وده الحقيقة موضوع مهم جدا جدا اشتراك مصر في هذا الصندوق مهم جدا جدا لأن احنا الحقيقة أشارت في كلمتي إلى أهمية السوق الأفريقي وأن احنا الحقيقة حتى الآن لم نخترق هذا السوق بالشكل الكافي وأن صادراتنا لم تتعدى حتى الآن 6 مليار دولار كلها الحقيقة موجهة لدول العربية الأفريقية النهار ده صندوق تنمية الصادرات أن احنا نكون فيه كوارد رئيس الجمهورية على أساس نكون عضو في صندوق تنمية الصادرات الأفريقي وده حاجة طبعا كويسة جدا 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 أن مصر طبعا طول عمرها وموجودة في غارة أفريقيا بشكل قوي ولها دور ريادي قوي جدا في كل حاجة فده البنك الصادرات ده هيعمل شغل معنا كويس قوي في نفس الوقت مصر هكون عضوة في الصندوق في نفس الوقت هينمي الصادرات عندنا وينمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن احنا زي ما حدك شفت أو سمعت في الجلسة العامة كالكلمة النهاردة أن احنا اللجنة المتخصصة أو المتصوك بالنيابة عندنا في الدول الأفريقية أن احنا عاوزين أن يبقى عندي حركة قوية شوية وفي نفس الوقت يجذب الإستثمار ويكون فيه لجنة موجودة مختصة بالوزرات المختصة بهذا القانون على أساس أن هي تشوف إيه اللي الدول الأفريقية محتاجاة وبالتالي نعمل ربط ما بين الدولة المصرية والصناعات الصغيرة بالاحتياجات لفكارة الأفريقية ترجمة نانسي قنقر